اهلا بكم الى مجزي اخبار الان تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير 15 مزرعة من تنظيم داعش وسط التقدم باتجاه مدينة سور تستمر حملة عاصفة الجزيرة في يومها 11 حيث شهدت المدينة الصناعية الواقعة شمال دير الزور تقدم مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بمسافة 5 كيلو مترات مساء امس الى ذلك سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على 90% من مساحة الرقا في شمال سوريا تواصل القتال ضد تنظيم داعش الذي يتحصن في المساحة المتبقية من المدينة ودخلت هذه القوات مدينة دقا في حزيران يونيو بعد حوالي سبعة اشهر على بدء هجوم واسع على المحافظة قتل خمسة مدنيين وجرح خمسة ناخرون بينهم طفلان ومرأة بضربات جوية لطائرات حربية يرجح انها روسية على بلدة جرجل ناز شمال سوريا قال ناشطون ان القصف الجوي استهدف منازل المدنيين وسط المدينة بالصواريخ الفراغية الليلة الماضية مما اسفر عن قتل اربعة مدنيين من اسرة واحدة ازداد عدد الضحايا الذين قضوا جراء الزلزال المدمر في المكسيك الى مائتين واربع وعشرين شخص على الاقل وذلك بحسب ما اعلنت السلطات فجال يوم كما دعا الرئيس المكسيكي سكان المناطق المتضررة الى التحلي بالهدوء قائلا ان الاولوية في هذه المرحلة تتركز في العثور على ناجينة تحت الانقاضة قالت الشرطة البريطانية انها رفعت الطوق الامنية عن قسم من الحي المالي في مدينة لنزن بعد التأكد من عدم وجود ما يثير الشكوب وكانت الشرطة قد عزلت في وقت سابق قسم من منطقة مورغايت ويلفربول لستريت بعد الابلاغ عن وجود طرد مريب حذر مسؤول بارز في شرطة مكافحة الارهاب من هجوم كبير لن يكون بالامكان تفاديه في استراليا ونبه الى ان اي شيء يحدث في اي وقت اشار المسؤول الى ان من المخاطر الرئيسة عدم وجود المهاجمين على لائحة المراقبة لدى السلطات على غرار رجلين من سيدني متهمين حاليا بالتخطيط لاسقاط طائرة تقوم برحلة دولية ايضا مشاهدين يستضيفوا ريال مدريدة الاسباني فريق ريال بيتس ما ساء اليوم على ملعبه ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الاسباني نهاية الموجة استحياء واليخ نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك او سوبسكرايب وانا عجبكم ذلك لا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة